اهلا بكم يا اصدقائي في سلسلة ادوار لكل افتتاح كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه احد الادوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح او الدفاع المفضل لديك لو كنت تريد الدراسة الجادة مع المطعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب يوتيوب سلاش عصام حمودة ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها انزل لاسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار افكار افتتاحيات الشطرانج ستجد فيديو افكار افتاحيات الشطرانج مقدمة تمهيدية هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي افكار افتاحيات الشطرانج بصفة عامة وبعد ان تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو والان هيا نرى الفيديو واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك احنا بالاصدقاء ما زلنا مع الافتتاح الانجليزي وحنرى في هذا الفيديو تفريع الاربع افراس يقدمه لنا اتنين من نجوم الشطرانج في العصر الحديث في سوانسن اناند بطل العالم من 2006 الى 2013 امام البطل المتقلق الامريكي الايطالي الاصل فابيانو كاروانا الذي رشحه النقاد لكي يفوز على الاسد العجوز اناند ولكن خطأ واحد من كاروانا كان كفيلا بان يقوم اناند بتكوينه ولا اروع لا يستطيع كاروانا الفرار منها والان هيا الى التكوين الرائع لاناند بالابيض امام فابيانو كاروانا في كاس سينكوفيلد 2017 اناند بالابيض وبدأ سي فور الافتاح الانجليزي اي فايف نايت سي سري نايت اف سيكس نايت اف سري نايت سي سيكس واصبحنا في تفريع الاربع افراس في الافتاح الانجليزي جي سري دي فايف سي دي فايف نايت دي فايف بي شوك جي تو بعد النقلة بي شوك جي تو الابيض بيهدد بالفوز ببيدة بعد نايت تيكس اي فايف نايت تيكس اي فايف نايت تيكس دي فايف والحصان محمي بالفين والابيض فاز ببيدة ولذلك هنا النقلة المعتادة هي التلضع بالحصان للمربع بي سيكس وانهاء هذا التهديد لكن كاروانا قبل التحدي ولعب بي شوك سي فايف بعد هذه النقلة هناك الكثير من التفريعات للفوز ببيدة مثلا بعد نايت تيكس اي فايف على اساس ان الاسود لو اخد الحصان الابيض هيسترجع تاني قطعة بدي فور بشوك جي بقطعتين لكن هنا الاسود لن يأخذ مباشرة بل يلعب اولا نايت تيكس سي سري طالب الوزير وهنا الابيض يمكن ان يخطئ بلاعب نايت تيكس سي سي سيكس وطالب الوزير ايضا لكن هيخسر فورا بكوين اف سيكس طالب المات وطالب الوزير والاسود حيفوز بينما لو اخذ بالفيل بكيش هيكمل بي تيكس سي سيكس وبالطبع الابيض لا يستطيع اخذ البيدة لتهديد الوزير لان كما رأينا الاسود لديه الكوين اف سيكس طالب المات وطالب الوزير والاسود بيفوز ولذلك اولا بياخد الحصان وهنا الاسود له الرد قوي بكوين دي فايف طالب الحصان وطالب الرخ ولابد للحصان ان يتراجع وهنا الاسود بيلعب بيشوب اكش سري وبينع الملك من التبييد وبيسيطر عن مربعات البيضاء في جناح الملك والاسود افضل كثيرا اذا في الموقف ده الابيض لا يستطيع الافزع المربع سي سيكس سواء بالفيل او بالحصان ولذلك لابد اولا ان يأخذ الحصان وبعد ناية تيكس اي فايف بيكمل دي فور بشوكة للقطعتين بيشوب دي سيكس جي اي فايف بيشوب اي فايف وبيتم فتح العمود دي وبعد التكسير وبنصل لموقف الطرفيه متساويين مجديا وموقفيا وبالطبع ده لا يرضي الابيض اذا الافزع المربع اي فايف حاليا لا يصلح وانا اندي كمل بيكسل وكذلك كاروانا هنا ايضا لا يستطيع الفوز ببيدة الاي فايف لان الاسود هيكمل نايت سي سري طالب الوزير وبعد بي سي سري نايت اي فايف دي فور الفيل بيتراجع وبعد اخذ الحصان ربما يتم تكسير الوزيرين ولم يخرج الابيض باي فوز مادي والموقف متساوي اذا محوط الفوز ببيدة لم تصفر عن شيء ولذلك انا اندي كمل بي سري بي شوب بي سيكس مرة اخرى الابيض لا يستطيع الفوز ببيدة بنايت تيكس اي فايف لان الاسود هيكمل كالمعتاد نايت سي سري طالب الوزير وبعد نايت تيكس سي سيكس طالب الوزير الاسود ليس لديه الاختيارين بكوين اف سيكس او كوين دي فايف ولكن لديه اختير ايضا ناجح بنايت دي وان نايت دي ايت وهنا الاسود بياخد على المربع اف تو وبيسترل الفيل في التهديل بكش بالكشف ولجاة الحصان بينما الحصان الاخر في المسيضة والابيض ليس امامه افضل من روك اف تو بيشوب اف تو تشات كينج اف تو وهنا الاسود بيفوز بالحصان وبيخرج فائزا بالفرق اذا المغامرة بمحاولة الفوز ببيدة لم تنجح هذه المرة بل على العكس وصلت الى موقف سيء وانا ذكرت كل هذه التفريعات لان الكثير من الافتتاحيات بيكون فيها الاحصانة الاربعة وبتظهر مثل هذه المنورات ولابد لللاعب القوي ان يكون على دراية بكل هذه التفريعات سواء بالابيض او بالاسود على اي حال افاند يكمل بيشوب دي تو بيشوب جي فور روك سي وان نايت تيكس سري الامر استطيع اخذ الحصان باكتر من قطعة ولكنه افضل ان ياخذ بالفيل لانه حيثك مربع لتراجع الحصان والمنورة في جناح الوزير والاسود تكمل روكي 8 ومن هنا بلق اناند اللعبة النشط في جناح الوزير بي فور طالب يلعب ال a4 وال a5 والفيل في المسيضة كوين دي سيكس نايت دي تو كوين اتش سيكس الوزير انتقل لجناح الملك نايت سي فور الحصان بيصوب على الفيل لكن الهدف الأساسي هو الفوز ببيدة بعد تكسير الفيل أمام الحصان الحامي للمربع E5 والأبيض بيفوز ببيدة ولذلك الاسو تكمل QH5 بيدافع عن البيدة وفي نفس الوقت مع الفيل بيهاجم بيدة E2 وهنا من المفترض على أناند حماية البيدة بالنقلة روكي E1 لكن فضل أن يلعب النقلة المتوسطة روكي C2 ودي عبها أنها بتحدد حركة الوزير الأبيض روكي D8 نايت تيكس بي سيكس سي تيكس بي سيكس الأبيض احتفظ بميزة زوج الأفيال وكذلك بهيكل قوي للبياد البيضاء لكن قطعة الأسود منتشرة انتشار رائع وخاصة للرخين لو قرنتهم برخي الأبيض وفي مثل هذه المواقف لابد من اللعب بكل حرص وعناية لأن الفوز ببيدة ربما يعني الفوز بالدور والأبيض كمل F3 طالب الفيل والفيل تراجع ولعب QD2 B5 بيسبت تقدم بيدا البي فور وبيمنع النقلة A4 واللعب في جناح الوزير توقف ولذلك بدأ أناند اللعب في جناح الملك بالنقلة F4 بيفتح الوطن الطويل أمام الفيل وكذلك بيساعد في فتح الوطن الطويل الآخر أمام فيل المربعات السوداء وانا كروانا أخطأ خطأه الوحيد بالنقلة BG4 بيعود مرة أخرى لتكسيف الضغط على المربع E2 لكن هذه النقلة أخرته كثيرا وربما كانت السبب في قصرته للدور ولكن إيه كانت البدائل؟ بالطبع لو الاسود أخد على المربع F4 حتكون نقلة سيئة لأن الأبيض حياخد بالرخ وبيصبح الفيلين الأبيض على أوطار مفتوحة وكذلك الرخ دخل في اللعب بنشاط والأبيض أصبح له اليد العليا بينما لو حاول تدعيم البيضة بF6 الأبيض هيكمل FE5 FE5 QD3 بالتهديد القوي بتكسير الفيل أمام الحصار ثم الفوز ببيضة E5 أو ببيضة A7 إذن أيضا F6 بديل ضعيف وأفضل نقلة للأسود هو لعب البيشوب D5 ومحاول التكسير الفيلين وبعد E4 بيكمل ببيشوب C4 معتملا على أن البدء لا يستطيع الأغذر أنه مربوط على الوزير وأفضل التكملة الأبيض هي البيشوب F3 طالب الوزير QH3 بيشوب E2 F6 وبنصل لموقف متوازن بين الطرفين إذن دي كانت النقلة الأفضل لكن كروانة اختار بيشوب G4 وهنا أناند بدأ فكرته بالفوز ببيضة ببيشوب D6 بيشوب C6 بيشوب C6 وبعد التخلص من الحصار أصبح البيضة محمي فقط بالروخ والأبيض كمل F5 فوز أاناندي بالبيضة ربما بيعطيه فرص كبيرة في الفوز بالدور لكن كروانة كان بيعتقد أن استرجاع البيضة أمر سهل وبالفعل لعب F6 نقلة قوية بيهدد بيضة E5 والأبيض لا يستطيع الأغذر لأنه حيفتح العمود أمام الرخ وبعد رقي E2 وبيهدد الوزير وبيهدد بالمات على المربع H2 وربما الأبيض ليس لديه دفاع كافي إذن الأبيض لا يستطيع الدفاع عن البيضة وأيضا لا يستطيع الأغذر ولكن أناند كان لديه إجابة على كل هذه الأسئلة يا طرى إيه هي أناند يكمل بالنقلة فوق المستحيلة بيقول للمراقبون بعد هذه النقلة تعالت الكلمات في القاعة والتفى الجميع حول هذه الرقعة وأطلق أحدهم على هذه النقلة الغرق أو النجاة وهذه التكوينة ليست نقلة أو نقلتين بل لابد أن تعرف السيناريو الكامل قبل أن تقدم عليها وبالفعل بعد روكي E2 الوزير مهدد ولكن أناند يعرف طريقه جيدا ويكمل F7 تشيك كينجي F8 وهنا جاءت المفاجأة الثانية يا طرى إيه هي أناند لعب بكل سبات بشوب تيكس G7 تشيك مثل هذه التضحيات يجب أن تكون مدروسة جيدا في القطع السوداء لها تهداد خطيرة مثل هذه التضحيات لا يمكن أن تكون عشوائية أو ربما حدثية ولكن يجب أن تكون محسوبة جيدا لأن أي خطأ الأسود بيهدد إما بالمات أو أخذ الوزير ولذلك لا يمكن النجاح بعد أي خطأ حتى ولو كان ضعيف وكامل الدور كينجي تيكس G7 وهنا أناند نجا بالوزير بكوينس سريد شير والملك لا يستطيع الإبتعاد وإلا الأبيض حيرقي بكش ولذلك مضطر للتنازل عن السيطرة عن الصف السابع والتراضع بالرخ ويبدو أن الأسود دافع جيدا ووصل إلى بر الأمان لكن أناند كان لديه مفاجآت كثيرة في الطريق يا طرى إيه هي المفاجآة التالية أولها كوين دي فور بيضع الوزير غير محمي أمام الرخ والأسود لا يستطيع الاقتراب من الوزير وإلا يرقب وزير كيش كينجي دي سيكس كوين اف سيكس تشيك ميت إذن الوزير محصن ضد الأخذ بل على العكس هو اللي بيهدد الرخ والأسود مقبر على لعب كوين جي فايف لحماية الرخ وهنا بتجي المفاجآة التالتة ولكن الصاعقة يا طرى إيه هي أولاند تفوق على نفسه ولعب رخ سي فايف وبالطبع الرخ محصن ضد الأخذ لأنه مربوط على الملك والأسود ليس أمامه غير أخذ الوزير وهنا ألاند أنهى الدور بـ F8 كوين تشيك وكروانا سلم لأن مثلا بعد الكينجي جي سيكس كوين F7 تشيك كينجي اف سيكس وهنا حينهي الدور بروك F6 ولابد من التضحية بالوزير والأبيض بياخده ويفوز والآن ما رأيكم في هذا الدور أعتقد أن أفضل تعليق هو المثل المصري الدهن في العتاء وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك